بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برنامجنا في هذا اليوم هو تنصيب نت فريمورك لوندوز عشرة من غير انترنت عن طريق نسخة الآيزو التي نصبناها أو نسخة مشابهة لها كما تعلمون بأن نت فريمورك أساس من أساس ويندوز تحتمد عليها البرامج واجدة وتحتمد عليها لعاب واجدة ومن غيرها النظام يبدأ آنستابل وغير مجدي لذا هيت عالم بعضنا نصبوها بطريقة سهلة ويسرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ هذا البرنامج وهو بعد تنصيب الويندوز كماذا نصنع أول عمل نقوم به بعد تنصيب الويندوز هو تحميل نت فريمورك كيف نتأكد من أن نت فريمورك ليس محمل أول ما نصبنا الويندوز قمنا بالبحث على الكنترول لوحة تتعاكم هذه نعملها تثبيت في إبدأ ونفتحها نقوم بعرض تغيير الفئة ونذهب إلى الميزات والبرامج تشغيل ميزات البرامج يتبين لنا أن محمل نت فريمورك أربعة فاطة ثمانية وثلاثة ونصب مش محمل أصلا فماذا نصنع أول شيء نقوم في زر البحث على سي ام دي ونشغل مواجه الامر سي ام دي نثبته كأبدع ونشغله كمسؤول وماذا نصنع نذهب إلى المستكشف الكمبيتر ونذهب إلى الداكرة بتاعتنا وننقر على مجموعة الامر التي سوف أضعها في صندوق الوصف احنا شغلنا السي ام دي كمسؤول فماذا حدث لنا طلعنا نظام سي ويندوز 32 جميل معناها فعلا نشغلنا كمسؤول طبعا ماذا نصنع حاليا أول شيء عندنا نسخة الويندوز العربية التي نصبناها ونسخة الويندوز إنجليزية يفضل الاستعمال للنسخة الإنجليزية لأن فيها ملف الانستول ويم الانستول ويم هذا ملف مطلوب في تفعيل نسخة نت فريم وورك وهنا في النسخة العربية فنختار نسخة الإنجليزية في حافظة نرتب وعندنا طبعا معنا العملية تتأكدنا أن ملف الانستول ويم موجود في حافظة في حافظة في حافظة القسم الذي تم إنشاؤه وهو إذن عندنا النوات كل مستخدم من المستخدمين يجرب بتجيه النسخة اللي بتجيه سواقة الإفتاظية لا تجيك ف لا تجيك ج لا تجيك إش فبالتالي ركزنا أركزه في القصة جتنا إحنا إتش فعندنا ما نديره نغير الحرف اله في الأمر الأول عندنا أمر هذا نغيره فيه الحرف الأول وين يقع الملف هذا الرابط ننسخ الأمر بالكامل ونذهب ونقرؤ زر الأيمن للفأرة فيتم إلساق الأمر ونقل نقوم بالضغط على انتر في الكيبورد ويأخذ التنفيذ هذا الأمر فترة من الزمن لذلك سوف نسرع الفيديو محافظتنا على وقت الفيديو ترجمة نانسي قنقر لذلك سوف نقوم بها عودة ثانية بعدما تم الأمر الأول نقوم بنسخ الأمر الثاني مع التركيز على أن لا ننسى أن السواقة أن القسم إتش يجب نسخه كذلك في الأمر الرابع سوف نقوم بإصخل الأمر الثاني وتنفيذه تم الأمر 100% ولا تم الأمر 100% إذا كان الأمر الأول لم يتم إنجازه 100% فيجب علينا إصلاح القسم C أو إصلاح ملفات نظام هناك إصلاحان يجب المحاولة فيهما أو إعادة تنصيب ويندوز واستبعاد القطاع 0 يعني إعادة تنصيب ويندوز لهذه الدرجة توصل إلى المستورة واحد من يفرح من تحميل ويندوز في عندكم تلات خيارات يأما إصلاح ملفات النظام أو إصلاح القسم C أو إعادة تنصيب ويندوز مرة ثانية مع استبعاد القطاعات الأولى من الذاكرة تلات خيارات الآن نكمل مهمتنا بعدما قمنا بالعمل الثاني نقوم بالعمل الثالث النسخ طبعا نسخ كنترول سي أو بطريقة هذه وهنا عندك بالزر الفار الأيمن نقوم باللسخ ثم انتر بالكيبورد تلات خيارات النمي تم الامر تمام ما شاء الله ما شاء الله الامر الاخير وطبعا بعد ما تأكدنا اضفنا حرف H لاننا نفس الحرف اضفناه غاد ينتفقه هنا واثنين خلاص بياخد بيستدعي بيستدعي ملف الاخير ويقوم بتفعيل نقوم باللصق وانتاج تنفيذ الامر الحمد لله تم انتاج الامر آآ ماذا لصنا الان نقوم بالآآ تنفيذ الامر ايز او خروج مباشرة كما يحلو الامر تنفذت اذا كان ما تنفذ الامر في حن اصلاح برمجي للملفات اصلاح برمجي للملفات الويندوز عن طريق الامر هذا لكن الحمد لله تمت الامر تمام تونا تأكدوا ان ما في تاعة الحفظ تونا تأكدوا ان النسخة اللي عندك في ابدأ اللوحة تتحكم نقوم بالذهاب الى البرامج والميزات ونقوم بتفعيل نقرأ على تشغيل ميزات الحمد لله تم تحميل نتفى موركت ثلاثة ونصف وشكرا لاستماعكم ونلتقي في فيديو اخر اشتركوا في القناة